سنوات الحرب في سوريا أضراراً فادحة بالقطاع الزراعي وقدرت الخسائر المالية الإجمالية حتى عام 2016 بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ عام 2010 قرابة 57 مليار دولار أمريكي وبحلول عام 2017 انخفضت مساحة الأراضي البعلية المزروعة بنسبة 30% فيما انخفضت مساحة الأراضي المروية بأكثر من 50% وأدى القصف إلى تدمير أكثر من 35% من محطات معالجة المياه التي تستخدم لأغراض ري المزروعات كما ساهمت مشكلة انقطاع الكهرباء في تفاقم المشكلة بحسب تقرير صدر مؤخراً عن برنامج مراقبة الزراعة العالمية كل ذلك أدى إلى تراجع الانتاج الزراعي حيث كانت الحصة الأكبر للقمح فبعد أن تجاوز أربعة ملايين طن سنوياً قبل عام 2011 توقف عام 2020 عند مليونين ومئتي ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية ليجد النظام نفسه مضطراً لاستراد مئتي ألف طن شهرياً لتأمين احتياجات المواطنين وقد أدت المعارك أيضاً إلى تدمير مرافق الهيئة العامة لإكثار البذور حيث يعمل حالياً مركزان فقط من أصل 13 مركزاً تابعاً لها وهما يوفران أقل من 20% من حاجة المزارعين البذور فيما توقف 50% منهم عن استخدام الأسمدة لصعوبة توفرها خاصة بعد شمولها بالعقوبات المفروضة على النظام لإمكانية استخدامها في صنع المتفجرات وفيما يخص الثروة الحيوانية تشير أرقام وزارة الزراعة إلى خسارة 50% من المواشي خلال السنوات العشر الماضية وشكلت الزراعة في سوريا قبل اندلاع الثورة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي يعمل بها نحو 900 ألف عامل علماً أن المساحة القابلة للزراعة في البلاد تبلغ 6 مليارات و 500 ألف هكتار ترجمة نانسي قنقر